تتساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة أب فلسطيني طالب بعلاق طفلته التي تعاني من مرض جلدي خطير ووجهت أسرة الطفلة بيان محمود أشكر الرئيس السيسي لسرعة استجابته عقب تلقيه حالة الطفلة وتوجهته على الفور بسرعة سفر الطفلة بيان لتلقي العلاجة في مصر وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة وستغادر الطفلة بيان قطاع غزة إلى القاهرة غدا عبر معبر رفح البرية وقع النائب العام المستشار حمد الصوي مع نظيره الليبي المستشار صديق صور مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم خاصة الإرهاب والجرائم المنظمة وجرائم الفساد والإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية جاء ذلك خلال استقبال المستشار حمد الصوي للنائب العام الليبي بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة بحضور نغبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها واستعرض النائبان العامين هيكلة النيابتين وكيفية إدارة العمل فيهما والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما ورؤيتهما نحو تطويرهما وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكد المستشار حمد الصوي أن اللقاء بين النيابتين يعد إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع نظره الجزائري رمطان لعممرة ويتناول اللقاء العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك هذا ومن المقر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن جريمة الإتجار بالبشر تعد انتهاكا مؤكدا لحقوق الإنسان وخلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر أكدت وزيرة التضامن أن مصر لها جهود كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التضامن بإطلاق حملات توعية مكثفة بهدف مكافحة تجارة الأعضاء التي تمثل خطرا في العالم أجمع مشيرة إلى دور مركز استقبال النساء أو الأشخاص ضحايا الإتجار بالبشر في تقديم مساعدات قانونية ودعم نفسي وتمكين اقتصادي واجتماعي للنساء حتى يتم عادة دمجهن في المجتمع تواصل حكومة جهودها بهدف تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر وفي إطار ذلك يستقبل مطار الأقصر الدولي اليوم أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريدة حيث قام تشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة في إسبانيا لتسرير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة ويأتي هذا تماشيا مع خطة وزارة الطيران المدني لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء أصدر رئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة حظر تجول أشخاص وصيرات لتصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل حتى إشعار آخر وذكرت الرئاسة التونسية أنه بمقتضى هذا الأمر تقرر منع جميع تظاهرات والتجمعات العائلية الخاصة والعامة وذلك في إطار تتابير منع انتشار فيروس كورونا كما أصدر سعيد الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أعلى قضاء العسكري التونسي حفص النائب ياسين العياري بالسجن المدني تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده وقالت الوكالة العامة لقضاء العسكري التونسي تنفيذ الحكم جاء بعد صدور الأمر برفع الحصنة مشيرة إلى أن الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين لاتهامه بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني التونسي ومعنوياته قال مصدر أمني عراقي إن سبعة من أفراد الأمن قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنو تنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين وقال المصدر إن الهجوم الإرهابي استهدف مجلس عزاء في منطقة البوجيلي في محافظة صلاح الدين مشيرا إلى أن الهجوم أوقع أيضا سبعة عشر مصابا بينهم من عناصر من قوات الأمن نهاية مجاز التسعب وصل ونعود الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر